ما كان محمد أبا أحد من لجالكم ولكن وسول الله ولكن وسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين منذكروا يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا ذكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وعلى ملائكة ليخرجكم من الهلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم آيوا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إننا وسلناك شايدا ومبسرا ونذيرا وذاعيا اشتركوا في القناة 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 الحقيقة هذا الملتقى سنة من سنن المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية التابع لوزارة الاوقاف نقيم من خلاله هذا الملتقى الذي يحتوي على العديد من الموضوعات الفكرية والوطنية والثقافية والدينية والتي نصدف من خلاله العديد من الشخصيات والواقع هذا الملتقى في هذا العام المبارك استضفنا فيه العديد من الشخصيات الوطنية والشخصيات الدينية وتناولنا العديد من الموضوعات الخاصة بشهر رمضان وخاصة بالجوانب الجينية والجوانب الوطنية وتحدثنا عن العديد من الموضوعات من خلال السادة الضيوف والاساتذة الكبار الذي استضفناهم من خلال هذا الملتقى كما استضاف الملتقى في هذا العام العديد من الشخصيات شباب وزارة الاوقاف الحقيقة الشباب وزارة الاوقاف يعدون نمازج طيبة ونمازج رائعة من خلال الجهد والجهود التي يقومون بها في وزارة الاوقاف الحقيقة يعني الانشطة التي قمنا بها قبل ان نتحدث عن موضوع ليالي العشر الانشطة العديدة التي قمنا بها من خلال هذا الملتقى كثيرة لقاءات الفكرية استضافة الشخصيات العلمية والدينية والوطنية اقامة المعسكر الخاص بالمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وهذا المعسكر الذي يعني احدث نوع من الرواق الفكري الفكري والثقافي اعتقد المبيعات هذا العام غير مسبوقة المبيعات للمعرض الخاص بالمجلس الاعلى الشؤون الاسلامية في هذه الساحة غير مسبوقة ويمكن ان نقول ان الكتب التي بيعت في هذا الملتقى كثيرة ولدرجة فاقت كل التوقعات التي كنا نأملها من اقامة هذا المعسكر طبعا الملتقى ايضا استضاف العديد من واعزات الخاصة بوزارة الاوقاف كانت لهم بعض اللقاءات الخاصة بليالي شهر رمضان من خلال هذا الملتقى المبارك كذلك ايضا استضاف الملتقى العديد من يعني القراء قراء الازاعة والتلفزيون والذين ايضا قاموا بقراءة القراءة القرآن في هذا الملتقى الذي نربو ونأمل ان يكون دائما بهذه الصورة وبأفضل من هذه الصورة طبعا الشكر كل الشكر لمعالي وزير الاوقاف الذي الحقيقة دعمنا كثيرا دعمنا كثيرا وكثيرا لإقامة هذا الملتقى وكذلك ايضا باستضافة العديد من الشخصيات طبعا طبعا يعني هذه هي الليلة القتامية من ليالي هذا المعسكر من ليالي هذا الملتقى ويعني الذي ايضا يعني من خلاله نقترب من توديع شهر رمضان المبارك وبهذه في هذه الليالي المباركة ليالي العشر الاواخر من رمضان وليالي العشر الاواخر من رمضان يعني لها مذاق خاص النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لهذه الليالي وكان يقومها كان نبي صلى الله عليه وسلم من خلال الاحديث الصحيحة كان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيى ليله وشد مئزره وايقظ اهله دليل على الجد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نجد وأن نكتهد في هذه الليالي فمن فاته شيء من رمضان أو قصر في بعض ليالي وأيام شهر رمضان ما زال الوقت القصير المتبقي من شهر رمضان أمامه الفرصة لكي يكتهد في ما تبقى من شهر رمضان يكتهد في القيام وفي الصيام على أكمل وجه والقيام أيضا من خلال ليالي هذا الشهر وقراءة القرآن والاكتهاد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأن هذه العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة كما حدثنا القرآن هي خير من ألف شهر ليلة فيها نزل القرآن قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر في هذه الليالي، ليالي العشر الأواخر أو ما تبقى من ليالي العشر من رمضان نأمل ونرجو أن نكون فيها إن شاء الله ليلة القدر فيما تبقى من ليالي الوتر ليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين فلنكتهد لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإدراك هذه الليلة المباركة وقيام هذه الليلة كما قال القرآن خير من ألف شهر فمن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه والأهم من كل ذلك أن يعود ذلك على السلوك الإنساني أن يتعلم الإنسان من خلال الصيام والقيام أن يضبط سلوكه وأعماله أن يكتهد في أن يراعي الله سبحانه وتعالى في واجباته أن يقوم بما كلف به من أداء الأعمال فالقيام بالعمل والإخلاص فيه واجب من واجبات الإسلام نكتهد نعم في الصيام ونؤدي الصيام والقيام وقراءة القرآن لكن يجب أن يكون لذلك أثر على السلوك أن ينعكس ذلك على سلوكنا وعلى أعمالنا أن نتعامل مع الناس برفق أن نتعامل أن نؤدي واجباتنا بإخلاص وبجد وباكتهاد أن نخفف على ما تحت أيدينا أن نخفف عن الناس وأن نؤدي الواجبات وما كلفنا به من أعمال هذه أمور يجب أن تكون هي النتيجة الأساسية لصيامنا وقيمنا وقراءة القرآن طبعا لا شك الصيام تعبدي في المقام الأول أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصيام فلنصم أمرنا الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليالي شهر رمضان نقوم نقرأ القرآن لكن يجب أن يكون لذلك كما قلت أثر إيجابي في حياتنا يجب أن يرى الناس في حياتنا أننا مسلمون حقا أننا صائمون حقا أننا قمنا الليل حق الكيام قرأنا القرآن وتدبرنا القرآن وتدبرنا معاني القرآن ونعكس ذلك على سلوكنا وتدبقنا ذلك في حياتنا وأعمالنا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد دكتور أحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية مشاهدين الكرام ملتقى الفكر الإسلامي الذي يأتيكم في شهر رمضان الكريم طوال هذا الشهر عدد كبير من رموز من القامات تأتيكم لتحدثنا عن موضوعات في غاية الأهمية من هنا نتحدث أكثر عن هذا الملتقى عن فلسفة هذا الملتقى عن الهدف أيضا من هذا الملتقى من خلال الأسلام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فليتفضل مشكورا شكرا جزيلا الحمد لله والعالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فنحن في أيام وليالي طيبة مباكة فيها ليلة خير من ألف شهر قال نبينا صلى الله عليه وسلم التميسوها في هذه العشر أي في العشر الأواخر من رمضان ومن الأخطاء الدارجة أن بعض الناس إذا ما صلى ليلة السابع والعشرين ظن أن الدفاة قد أغلقت وأن الأمر قد انتهى وأنه أدى الذي علي ونسي أن الله عز وجل أخفى أحمته في طاعته وأخفى غضبه في معاصيه وأن العباة بالخواتيم وأن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إذن أنت لا تدري متى تأتيك المنية والعباة بالخواتيم ومن علامات القبول الدوام على الطاعة ونقف مع حديث واحد حديث نبينا صلى الله عليه وسلم للصائم فاحتان إذا أفطى فارح بفطره وإذا لقي الله عز وجل فارح بصومه والفاحة نوعان الفاحة الدنيوية نوعان جزئية وكلية الجزئية في كل يوم عندما يسمع الصائم الأذان أذان المغي يحمد الله أن وفقه وأتم عليه نعمة الصيام فيفع بالأذان وبفطره اليومي ثم إن كان مخلصا وقف يدعو في هذه اللحظة التي لا يعد فيها الدعاء لأن لله فيها عتقاء من النار في كل ليلة قال بعض أهل العلم وفي بعض روايات الحديث ستون ألفا في كل ليلة فإذا كان يوم العيد المسمى بيوم الجائزة كان هناك أماران في حديث البيهقي أعتق الله عن كل يوم من رمضان ستين ألفا في يوم العيد مع الستين ألف الأولى وهذه الجائزة الكبعى ولذلك يوم العيد يسمى يوم الجائزة فإذا الإنسان أتم الصيام كاملا والقيام كاملا وأتم الله له النعمة كانت الفرحة الكبرى في الدنيا ولذا يبدأ العيد بالتهليل والتكبير على تمام النعمة أما إذا لقي الله في الدنيا فرحة بالفطر وفي الآخرة فرحة بصومه يقول الحق سبحانه إن الذين سبقت لهم من الحسن إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون عن أي شيء عن جهنم والعزو بالله أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة مجرد أن يتأذوا أو يسمعوا صوتها ولها أزيز يعب أهلها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر الفزع الأكبر يوم المحشر يوم يقف الناس يحشر الناس حفاة عاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عاء تقول السيدة عائشة واضي الله عنها الرجال والنساء يا رسول الله بحياء أم المؤمنين عائشة حفاة عاء كما ولداتهم أمهاتهم كما بدأنا أول خلق نعيده ولقد جئتمونا فعادا كما خلقناكم أول مرة بلا مات ولا عتاد ولا لباس ولا ألقاب ولا شهادات كما خلقناكم أول مرة كما بدأنا أول خلق نعيده تقول السيدة عائشة الرجال والنساء يا رسول الله يقول الرجال والنساء يا عائشة تتعجب الرجال والنساء كأنها تقول حفاة عاء الرجال عاء والنساء عاء في موقف واحد يقول لها الأمر أشد يا عائشة لا تظنين أن أحدا سيشغل بالنظر لا الأمر أشد يا عائشة يوم طرونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها كل تفيد العموم قال أهل العلم التي في الشهر الأول تضع والتي في الثاني تضع والتي تلك من شدة الهول تسقط وتضع كل ذات حمل حملها بأوان أو بلا أوان وطرى الناس سكار وما هم بسكار ولكن عذاب الله شديد الأمر أشد يا عائشة في هذه اللحظة لحظة الحفاه العوا يقول الحق سبحانه إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر إذن الناس خائفون حفاتاً عراه ليس هذا فحز وتتلقاهم الملائكة أين تتلقاهم الملائكة عند النفخ في الصور والقيم من القبور يتلقى كل مؤمن ملك يا عبد الله أو يا أمط الله لا تخافي ولا تحزني وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم كمن ينجح في الاختبار ويحصل على المركز الأول يقول قال له للمكتهد هذا يومك هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وعداً علينا إن كنا فاعلين ويقول سبحانه إن الذين قالوا أبونا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الملائكة تتنزل على أنبياء الله لكنها تتنزل أيضاً على عباده المؤمنين المخلصين في لحصات صعبة نفرق بين حالين بين عجل حضاته حضاته الوفاة فقيل له كل إله إلا الله فحبس لسانه كل إله إلا الله فحبس لسانه فيحدثونه فيتحدث فقال له أحدهم ما بك قال إن لسان الميزان حبس لسان تطفيف الكيل والميزان منع عن الشهادة أما الآخر إن الذين قالوا أبنى الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا في الدنيا في سكاة الموت ألا تخافوا ولا تحزن لا تخافوا على ما أنتم مقبلون عليه فأنتم مقبلون على رب كريم ومقام أمين ولا مما خلفتم خلفكم من الأزواج والأبناء نحن أولياءكم وأولياء أبنائكم وأزواجكم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخر انظر إذا كان الله وليك نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخر ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم لمثل هذا فليعمل العاملون وما الدنيا إلا كسوق وكهذا الصعادق وكهذا الشهر وكهذه الأيام امتلأ ثم انفط عابح فيه من عابح وخسع فيه من خسر فخذ من دنياك لآخرتك وتزود فإن خير الزاد التقوى وتزود فإن خير الزاد التقوى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يوم إذ شأن يغنيه يشغله كلا إنها لغة نزاعة للشوى تنزع اللحم من العزم من الجلد اليوم تشهد عليكم ألسنتكم وأيديكم وحتى الجلود وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا وخص الجلود لأنها موضع الإحساس بالألم بالنار وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا وأنتم أول من يتأثوا بهذا العذاب قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ووضع الكتاب فطال المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم عبك أحدا يا بني إنها إن تكم سقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله قل للطبيب تخطفته يد الرد يا شافي الأمر من أرداك قل للمريد نجا وعوفيا بعدما عجزت فنون الطب من عافاك كل الجنين يعيش معزولا بلا زاد ولا مرعا منذ الذي يعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكى عند الولادة من الذي أبكاك قل للبصير وكان يحزر حفعة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا استضام من يقود خطاك وإذا طال ثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا واسأل بطون النحل كيف تقاطات شهدا وكل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفارث منزل الذي صفاك إنه العليم الخبيع القدير الذي أمره إذا آد شيئا أن يقول له كن فيكون وضاب لنا مثلا ونسي خلقه وضاب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي عميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا آد شيئا أن يقول له كن فيكون قلت وقولك الحق نسألك في هذه الساعة واللحظات المبعكة أن تختم لنا بحسن الخاتمة أجمعين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة أجمعين واجعلنا في هذا الشهر الكعين وفي هذه الليالي المبعكة من المقبولين ومن اعتقائك من النار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وتوفنا وأنطاض عنا غير ضلين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا مبتدعين واهدنا إلى صاتق المستقيم واجعل اللهم بلدنا مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين اللهم رحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم جملنا بسترك في الدنيا والآخر ولا تفضحنا بذنوبنا لا في الدنيا ولا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ونسألك سبحانك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من قلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب واغفر لنا ولوالدين وأصحاب الحقوق علينا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه وكل عام وأنتم جميعا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر لسيد دكتور محمد مختار بمعه وزير العقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية شكرا جزيلا مشاهدين الكرام في الختام نستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يكلوها علينا فضيلة الشيخ القارئ عبد الباصد حمد عقل إمام وخطيب مسجد الحسين رضي الله عنه وأرضاه فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضروا للناس لعلهم يتفكونا والله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو وعلم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم القدوس الصلاة المؤمن الملك القدوس الصلاة المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله وهو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لا الأبرار لا في نعيم على الأرائك يوم تعرف في وجوه النظرة النعيم النعيم يسقون من ضحيق من مقت من ختام ومسك ختام ومسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وإلى اللقاء في ملتقى جديد وعنوان جديد وقامات جديدة إلى اللقاء